موسيقى السلام اليوم سوف نرى مع بعضنا بقلاوة نرى طريقة احدى الوصفة نرى كيلات ممسوحين 4 كيلات ممسوحين لا تكون الفارينة مكوومة نغرب الفارينة نضيف كيلات ممسوحين زبدة ممسوحين زبدة ممسوحين حيث امر ممسوحين بأمليح نضيف كيلات ممسوحة ونبتع ضِد ممسوحة نقوم بأمليح نقوم بأمليح الخليط الان من الممسوحين نرى الضبار نستعمل خليط بين الماء والمظهر نزيد مغرفة صغيرة تاقي ملح تكون اقل من مغرف الملح حسب نوعية يقرر لما يقرش يقرر لما يقرر الصغيرة يجب عليها نمي العجين هنا في المرحلة هادي بعد ما تلمت العجينة نبدأ نقص هنا هي نقصها لحداش نقطعة يعني حداش نكورا وكل كورا ونلم فاها نزيد نعاود كلي نعجنها بني ادية حتى تتلم ويجي لما المستحها احسن كيما قاعدين تشوفوا هنا هي بعد ما لميتهم هنا كيما قلت لكم نعمل حداش نقطعة ونخليهم يرتاحوا هنا في المرحلة هادي عندي ثلاثة كيلات زوز تقريبا يعني كيلو وتع زوز راح يكفيك للبلاء عربع وعشرين على ثلاثين سنتيمتر نزيد هنا كيلة سكر ناقصة زوز وابع نزيد لها مغرف تع قرفة تع قهوة ونخلط بليح حتى نسكر والزوز تاعي يتمازج كيما قاعدين تشوفوا زوز ما قصيته ما رقيق ما رحيته رقيق ما رحيته اخشين يعني متوسط كيما قاعدين تشوفوا بليتوا بالمظهر حتى يتماسك كيما قاعدين تشوفوا بالطريقة هادي نخليه يرتاح هنا لا شوفته محتاج ولا شرب المظهر نزيد له المهم تكون الحشوة تانا متماسكة هناك في المرحلة هادي نبدأ ندهن البلاء تاعي كيما قلت لكم انا البلاء تاعي ربعة وعشرين على ثلاثين سنتيمتر ندهن مليح مرحلة هادي مهمة ياسر لازم البلاء يتدهن مليح مليح ونخليوها على جهة هنا بعد ما ارتحت لي العجينة تاعي نخليتها تقريبا نرتاح نص ساعة نبدأ هنا نستعمل انشاء كيما قاعدين تشوفوا عندي انشاء نبدأ نحل العجينة تاعي وانا نستعمل انشاء كيما قاعدين تشوفوا بالطريقة هادي من نحس اني محتاجة لانشاء نحطه ونبدأ نحل مليح لازم العجينة تاعي نتكون رهيفة هنا اللي عندها الماشينة تقدر تستعمل الماشينة هنا هزيتها وحطيتها في البلاتاعي ونبدأ نحاول اني نحطها بالعقل كيما قاعدين تشوفوا ونخرج لهوا ما لازمش يكون منه لهوا في العجينة تاعنا هنا استعملت المساكة بخرجت لهوا وندهنها مليح الطبقة هادي ونزيد انحل الطبقة اللي وراها حتى نكمل الطبقات تاعي كامله ونسيسها كيما قاعدين تشوفوا ونخرج لهوا باستعمال المساكة هادي كيما قاعدين تشوفوا هنا في المرحلة هادي بعد ما كملت طبقة كاملين ندهنها بالزبدة كيما قاعدين تشوفوا ونزيد نحط الحشوة تاعي هنا هي تاني بعد ما ارتاحت ونحاول اني نوزحها بطريقة متساوية يعني لازم تكون كاملة جد بعضها ونرس بالطريقة هادي باها جينا الحشوة متماسكة في البقلوة تاعنا كيما قاعدين تشوفوا ما نرس الشيسر بصح كيما قاعدين تشوفوا طريقة هادي ليس عملتا هنا مستعملتش انشاء بحليت العجينة تاعي كيما قاعدين تشوفوا هنا لي عندها المعينة شكون يحكم معاها بتحل العجينة تاعها كيما تجبتها بطريقة هادي جيها اسهل كيما قاعدين تشوفوا جبتها وساعدتني وجاتني كيما نقولوا حناي همططية وساعدتني بحليت العجينة تاعي يعني ليا انايا منفضل اني منستعملتش انشاء يعني ساعدتني طريقة هادي بلانشة احسن هنا كيما قاعدين تشوفوا ما بين طبقة وطبقها ندهن الزبدة مليحة نكمل الطبقات لخمسة تاعي كيما قاعدين تشوفوا هنا بعد ما كملتهم هنا نبدأ نحي العجينة تاعي كيما قاعدين تشوفوا بالطريقة هادي ونخباها العجينة ديكا منطيش وهاش نستعملوا بها وصفة اخرى ونشوفوا مع بعضنا وش رح نديرو بها هنا كيما تشوفوا هنايا اللي تخاف انها تقص تستعمل طريقة هادي تجمر بالطريقة هادي قبل ما تقص كيما قاعدين تشوفوا انا كيما قاعدين تشوفوا نقص فيها بالطريقة هادي من الطريقة هادي ما تخلي لكش يعني انك يخرجوا لك حواشي هاسر لنكملهم ونشوفوا مع بعضنا هنا في المرحلة هادي بعد ما كملت البقلاواتي قصيتها رشكتها بالعود قرنفل كيما قاعدين تشوفوا وندهنها مليح هنا بعد ما ندهنها مليح نزيد نصب لها خليط كيف كيف ما بين الزبدة والسمن انا خلط كلش من اول الاخر خليط ما بين الزبدة والسمن كيما قاعدين تشوفوا ترك في المرحلة هادي نبدأ نصب لها كمية قليلة بركة زبدة ما نصب لها الشيسر احنا يعني دجا صبنا لها دجا حطينا الزبدة ما بين الطبقات مليح يعني في المرحلة هادي انا خليتها باتت وطيبتها الصباح على مية وستين درجة متحت طلعت البلاتيه الفوق وخليته على مية وستين درجة يطيب بعد كي طابط طبقة تحدا هي تهبطه تحت خلاه وطيبته على مية وخمسين درجة من فوق هنا في المرحلة هادي بعد ما طبتنا خرجتها هنا نعسلها وهي سخونة اه ها اه اه دهت لي تقريبا ارطل تع عسل كيما قاعدين تشوفو هنا سقيتها مليح بالعسل ونخليها ترتاح آآ ليلى كاملات بيت بيت تقص منقصوش البقلاواتي عنا حتى ترتاح مليح في البلاء انا بعد ما قصيتها شوفوا كيفا جاتني جاتني ونشاء الله لحواشي ما خرجتلي شياسر كما قاعدين تشوفوا ان شاء الله الوصفة تاليوم تكون عجبتكم ونقولكم يعني هي مجرد اني تقسمت معاكم طريقته هي ولا طريقتنا تعدارنا في اعداد البقلاوة ونقولكم سلام نتلاقوا في وصفات اخر شاء الله موسيقى